بداية استقبل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون رئيس مجلس تجديد الاقتصاد الجزائري كمال مولا والوفد المرافق له من أعضاء المجلس حيث كشف كمال مولا أن استقبله من طرف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون رفقة وفد من المجلس أتى حتى تطرق إلى عدة قضايا اقتصادية لسيما ما يتعلق بتنمية الصادرات ومحاربة البيروقراطية والرفع من القدرة الشرائية فلنتابع أولا أود أن أشكر سيد رئيس الجمهورية على حفاوت الاستقبال هو كان لقاء مثمر تكلمنا وطرقنا في عديد من مجالات منها أولا تكلمنا على القدرة الشرائية المواطن وفي الحقيقة هذا المشكل هو مهتم به كثيرا سيد رئيس الجمهورية ونحن كذلك وتكلمنا على ميكانيزمات التي نتخلقنا أن نرفع من القيمة هذه وكذلك خلق مناصب الشغل الجديدة في أقرب وقت ثانيا كذلك تكلمنا على البيروقراطية لليوم ما زالها عميقة وكيف نتخلص منها لأنها هي اليوم عائق عائق كبير في النهوض الاقتصادي ثالثا يعني لب الموضوع وهو التصدير كان فيه يعني منذ ثلاث أسابيع يعني لقاء اللي كان فيه يعني حوالي ثلاثمائة مدعم الاقتصادي ندوى حول التصدير وكان يعني ناجح وهذا المنتدى هذا يعني كان مستخرجات تعندوى حوالي ثلاثين بند لوصول إلى ثلاثين مليار دولار خارج المحروقات في ألفين وثلاثين وأخيرا أود باسمي وباسم كل زملائي في مجلس تجديد الاقتصادي شكر جزيلا لسيد رئيس الجمهورية سيد علم مجيد تبون على الثقة وكذلك إن شاء الله نبقى في خدمة البلاد في خدمة الوطن في خدمة العباد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته